أسعد الله وسهوكم بكل خير هلأيام عيد وطني ويجعل إن شاء الله أيامنا كلها عياد ويجعلنا إن شاء الله أيضا يصير عندنا لجنة لتقيم الأشعار والألحان حتى الأصوات الغنائية اللي يتقدم الأغاني الوطنية لأن وايد في عك وفي أي كلام ينقال وأي موسيقى تنحط مثل ما كان في الستينات كان في لجنة لاختيار أصلا حتى المغني يعني مو أي أحد يقدر يغني زمان قبل لا تصير شركات إنتاج وتصير تطلع بروحها مستقلة بدون أي أحد ما علينا كل عامتوا بخير الفقرة الأولى اليوم نتكلم عن ألبوم أحلام في دولة عيونك 2021 هم ست أغاني قالوا أن يوم متعوب عليها وايد وأنه ألبوم كسر الدنيا من أول أيام وكسر الدنيا هذا قول شائع الحقيقة الأفضل أنه عمر الدنيا بالحب والجمال الحنين والشجن والطرب والبهجة ما علينا من هذا الكلام أقر وأعترف في المداية أن أهلام واحدة من أشطر من تعمل تسويق لنفسها طبعاً وراها شركة ضخمة يكون في دعم أعلامي أيضاً كبير ومتعدد أيضاً وأفراد محترفين عندها فريق عمل محترف نسمع أول شوية من الألبوم أول غنية هي أحلام محترمة مساحتها في هالألبوم نفس الصوت اللي من أول ما انطلقت حتى اليوم هي نفسها طبعاً هذا مكافي التطوير وايد مهم حق الصوت عشان ما تكرر نفسك بالعكس ممكن التطوير والتمرينات يخذك لمناطق ثانية الألبوم في الغالب يعني نلاحظ غياب التنوع وتحس فيه إزعاج في الأنترو في بعض الإغنيات والأخبطة في المقامات وفيه نغمة شاردة شدي بروحها هربانة مزعجة للإذن للسمع الطبيعي وكاعدة التسجيلات بالاستوديوهات وهذه تصير مع كل المغنيين والمغنيات إن فيه فلاتر للصوت وواضح هنا فيه فلاتر أيضاً وتغني من منطقة الصدر مع ضخ الهوى شيء شبيه بالصوت المستعار المريح في بداياتها كانت أحلام تعبر عن البنت الخليجية اللي تتمرد على الذل والقهر والمسكنة وهدر الكرامة والعواطف المسبسبة لحبيب غادر كانت تعبر وتعتبر الحب وهو الكرامة قبل الحب وهذه الثيمة كانت جديدة وجميلة وخلتها أيامها تنور الدنيا في هذا الألبوم الاختيارات والألحان والشعر الغنائي ضعيف وأيضاً مكرر ونفس الغالباً نفس الجمل اللحنية ونفس توزيع الآلات أيضاً ما فيه سؤال لحني ولا جواب لحني ما فيه نقلات ما بين الجواب والقرار فيه مناطق غايبة عنها الغنية يا آدمي حس اللحن بطيء والمقام بياتي والأغلب يستخدمون هذا وسبق أنها قدمتها والاغنية الشرقية فيها مقامات كثيرة غالباً لا تستخدم لو تم تسريع هالغنية في يا آدمي حس لكانت ربما ظهرت أفضل الفيديوهات والالغرافيكس والوايد فوتوشوب وايد سيئة مع الأسف كأنه حتى مصورينها في يوم واحد نهايته كل أهل الغنى في الخليج والله حتى بالعرب بعد يفترض أنهم يراجعون نفسهم بعد سنوات من التجارب والشهرة يحتاجون لتمرينات فوكاليس وهي دائماً نكرر عليها ونقولها بشكل دائم مو أنهم ما يسوونها مرة واحدة ويتركونها هم أصلاً ما يسوون الطرب أنه يتعب الواحد على نفسه لما تختار أنك أنت تكون شديه على لياقة حنجرته على صعود ونزول حتى يبني الأوتار مالته ويقوي العضلات حوالي الأوتار تقوى الحنجرة وما يوقف الصوت عند منطقة واحدة من أول ما عرفناهم من السنين إلى اليوم كلهم طبعاً يعني كلهم إذا تدرب زين ووايد زين رح يدر ينتقل بعذوبة وسلاسة بين المقامات وحسب الكلمات الشعرية طبعاً الرئة تدفع الهواء بقوة عن طريق القصبة الهوائية في تكتيكات في الغنى أو التقنيات في الغنى استخدموهم المطربين القدامة يمكن في فن الصوت في السامريات وأيضاً في الأغاني العاطفية فيتجلى المستمع معهم لأنه ما قاعد يمشي على الرذم واحد لا حين محد يسويها من مغنيات الخليج الآلات اختلفت التسجيلات اللي كلها مرتبة ما في فرقة موسيقية مثلاً مثل الزمان يسوون صولو والتراكي يسجل ببساطة يعني هما يدربون يفترض أنه النقلات بين المقامات ويكتشفون في نون الأداء والحس والمغنى في مساحة أصواتهم وخامته وأيضاً حس قد يطلع شي ثاني هذه أول فقرة خلصنا من أحلام ومبروك أحلام على هلبوم أي أن كان في واحدة من الأغنيات كانت واصلة لعشرة مليون ودائماً الأرقام قد لا تدل هذه المشاهدة طبعاً وفي أغنيات وصلت لمليون في كل الأحوال يعني يحق لها أنها يتفتخر بفنزاتها بناسهم مسلسل لؤلؤ مصري كسر الدنيا مثل ما يقولون أهم وهو الحقيقة جمع الناس في أربعين حلقة في مصر وفي الخليج وفي أيضاً أنا ممراقبة في دول المشرق العربي إذا كان أو في لبنان والشام تابعوه ما أدري بس عرف أنه في مصر جاب كثير ترند عمل ضجة كبيرة فكرة مي أمر وهي أيضاً نفسها بطلة المسلسل إخراج زوجها محمد سامي وإشرافه هو المخرج على السيناريست محمد مهران وإيضاً إشراف الزوج على المخرج محمد أمب السلام كان بإمكان متصار الحلقة وتكثيف هيلة 15-20 حلقة كممكن يكون هذه الليلة نصار فيه وايد تكرار وايد تطويل طبعاً القصة قصة اليتيمة التي طلعت من دار الأيتام والشأيانة وتعبانة ومحرومة من كل شيء في الدنيا إلى أن تصعد سلم الشهرة بالغناء ومعها رفيقتها وياها والتي مثلت دورها هدير عبد الناصر سر النجاح هذا المسلسل أنه غنائي باكرين زمان كانت الأفلام الغنائية دائماً تضرب طب في عروض السينما ليلى مراد وأنور وجدي وعبد الحليم أيضاً وفريد كانوا يقدمون أفلام غنائية يبدو أن كلفة الإنتاج عالية فبطل أحد يغني حتى المغنية لما تصير ممثلة ما تغني يعني تعطيك شوية باسمو مثل أول الإنتاج الساخري السخي اللي كان يصير الأفلام الغنائية أو المسلسلات الغنائية تؤنس طبعاً وتخفف حتة اللقلق كثير كلام فيه موجود سر نجاح حل سريع شديد لمشكلة الفقر المتقع إلى أن تنتقل هي إلى أحلام وتحقيق الثراء الفاحش رجل أعمال العاشق وهو أحمد الرائع أحمد زهر التنقل بالطائرات الخاصة مركات الحقائب والأزياء الجميلة لفتت أنظار ثلاث أرباع رؤوس النساء غير مي عمر معها أحمد زهر مثل ما قلنا إدوارد لعب دور جميل نرمين الفقي نجلاء بدر هادي كرم هادير عبد الناصر حمدي هيكل اللي يمثل دور أبوها اللئيم المبتز لها ومحمد عزت هو المنتج وجوري أنا ما ذكرتم كلهم ذكرت هذين اللي تركوا شوية علامات ممكن أن تنتبه لهم مي عمر تشيل أربعين حلقة كان ويد أوفر عليها ويد وسيع عليها الموضوع هي شاركت طبعا بالكثير من الأعمال وبمختلف البيئات يعني إن كان عصري وإن كان صعيدي كان فلاحي مثلت في هذين لكنها كانت تشارك بطولات أخرى يعني في ناس غير الأبطال هالمرة هني بروحها يشعر للعمل هي أنا أعتقد في هذا العمل هي بنصف موهبة بنت جميلة أوكي يعني الجمال وحده لا يكفي في الفن إنعدام الحرارة والإحساس خصوصا في مشاهدها أحمد زهر أولا يا قدعان وهي كول ويد كول وضعيفة أمام أيضا المساعدة مالتها البنت الموهوبة هدير عبد الناصر اللي هي مساعدتها الحين وصديقتها من أيام الملجأ هدير كثير في مشاهد انتصرت على مي بعض الندية كان مع مدير أعمالها إدورد اللي كان يمثل بأسلوب السهل الممتنع وأحاسيس آلية غير مبررة دراميا وايد أشياء فيها غير مبررة راح أقل ملخصات على السريع في هذا الموضوع إن تطلب المدير أعمالها إن هو يطعنها في خاصرتها طبعا مش مبرر هالطاعة العمياء اللي تصير الطعن هذا أين كان بالآخر حصل إنه هو خلى نشك جميعا بكل اللي من حواليها المطربة الكلاسيكية نرمين الفقي اللي هي من جيل أقدم اللي قاعد تحارب الجيل الجديد اللي هي لؤلؤ لكن إن المخرج يكشف الصورة إن مدير أعمالها يطعنها ما في داعي بعدين إن المباحث تجي تدور منه اللي قاتلها لأنه أيضا انتهت مشاهد المباحث بلا ولا شيء وتم الحفظ عليه إذن التطويل ما لا مبرر مي مثل ما قلت أنا بنت جميلة وشابة إلا إن المخرج وجع عيوننا بالفلاتر اللي حاطها على وشها بحيث يبين فلات ما في ملامح ما في ضبابية فيه على ويها في صورة أنا يمكن حاطتها مع صورة ثانية فيها هي بجمالها الطبيعي في برنامج مع مونة الشاذلي وانتهى الحلاوة البنت فما كانت تحتاج معندها عيوب يعني عشان يحط لها كل هالفلاتر اللي حاطها من حياة اليتم والفقر المتقع إلى ثراء الفاحش انعدام الإحساس والمشاعر ما في دهشة ما في انفعال ما في شيء يبين إنها كأنها متعودة على هالحياة هذه مع أنها هي بنت ملجأ أيضا دورها مرسوم كأنها ملاك برفرف فهي تسامح مروة اللي هي هدير اللي غدرت فيها لحد القتل يعني وغدرة كبيرة جدا ودخلها بيتها من جديد هاي الملايكة دي اللي هي هني تستسلم للمظالم صارت مع أنها طول المسلسل تقول اللي دوس لي على طرف مش حسكت له طب كوهي قدعة مو سكتت كثير نرمين الفقي اللي هي مثل الدور المطربة اللي كلاسيك عندها خبرة وتجارب فالطرب يفترض أن هي تحارب الجيل الجديد اللي هي البنوتة الصغيرة لؤلؤ اللي سحبت البصات من تحت قدميها هي ملاحظة نرمين أن التغييرات حصلت في الواقع وأن اتجاهات الجمهور تجهت لمكان ثاني كما يقول المسلسل عطاها زمانها طاف وظلت هي موم جارية السوق فانتهت الإعلانات والطلبات عليها أيضا الطريف عاد والمبالغ فيه الجمهور ينسحب من فقرتها فقرة نرمين بالحفل المشتركة فيه مع لولو وش دعوة يعني شنوايد وسيعة أمر غير واقعي وأعتقد أن الناس لا زالت تسمع مكلثوم فيروس بلاش مكلثوم فيروس وفايز أحمد ونجاة وكل الناس الناس ما يسمعون شرين مثلا إذا منشوف ناس عصريين وأنغام وفيه آخرين يحبون الأغاني الشبابية وأغاني المهرجانات الهيسة اللي فيها للصبح نرمين دورها مكتوب حلو جدا لكن أداءها محلو أبدا هي أصلا عمرها ما كانت ممثلة حقيقة كانت منظر جميل يعدي قدام الكاميرا كده وهو طلع ونوروا الشاشة فيها أحداث قصة مسلسل لؤلؤ تحدث في الحياة يمكن الأب المبتز اللي مثله ممثل البارع حمدي هيكل تعبيره كان رائع يعني كان خلانا كرهناه قدمه هو تارك بنته من طفولته وأذاها وايد وأذا زوجته اللي هي أمها وبعدين كل صفات الخس والوضاعة والانتهازية طلعت فيه كأداء تعبيري جسد لغة حس في كل شي يمكن نذكر إحنا أنه فيه واقعية في هالأمر أن أنغام ووالدها أيضا تعرضوا لمشاكل كثيرة بالحياة هو للوي إيدها حتى تغني من ألحانة وبالتالي تعطي قيمته هذا حقهم يعني وقصة ابتزاز المغنية من أنبوسي من والدها اللي تخلى عنها من طفولتها ويوم صارت مشهورة يبقى يقول أنا عيان وهي ما بتصرفش عليها وأيضا تحكم والد المغنية سوزان الله يرحمها وشفط والدها لكل فلوسها مشهد تعبير عبقري يريت أقدر أشوفها لأحمد زاهر هو يبكي على قبر بنته ندما أداء وإحساس وأيضا صورة جميلة جدا الموسيقى التصويرية وفق الأحداث جميلة بإنسانيتها أعجبني أداء نجلاء بدر وفضيعة وهايدي كرم بعض الفوتوشوب كان واضح وحطناهم بالصور شوية دقيقة مشهد أحمد زاهر ماسك موبايلة ويعطي كف حق مرته بعدين الموبايل يطير مدري شلون احنا شفنا الموبايل موجود بس بعدين شالو بالفوتوشوب جمهور له بالألاف المؤلفة هذا شيء كله تركيب وتلزيق ووضح الزيب فيه تصميم المسرح مسروق من إحدى المهرجانات العام العالمية تومورو لاند أحمد زاهر وزوجته في باريس والبرج إيفل اللي وراهم كان ملصقات حائط ملزقينهم بعض الأغاني اللي تغنيها لؤلؤ في غلط بالمكساج لا تتطابق الشفتين مع الصوت والصوت أيضا كان حق وحنا اسمها الدليدة اسمها الحقيقي نور عبد السلام ونشوفكم والسلام ختم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة